تعالوا أقول لكم ملامح البطولة بالأرقام فريق العديد عمل لنا إحصائية يعني كويسة 16 فريق قلنا خلاص اتآهله بينما خرجت 8 منتخبات في أول ظهور لـ 24 منتخب زي ما حضراتكم عارفين أول سنة بنشوف 24 منتخبات كويسة مش كويسة الفريق أو الفرق بانت بشكل قوي التوالد هيقابلوا الأوائل أعتقد ناتب أمواجهات مع أن بقى في مفاجآت يعني نشوف جنوب أفريقيا يقول مش دي جنوب أفريقيا اللي احنا عارفينها جنوب أفريقيا طلعة توالد خسرت من مين وانت كسبت مين وكان أداك عمل إزاي كل دي حسابات لازم كلنا نحطها في دماغها ولازم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقاعد أجيري يعرفوا الكلام ده كويس انت كسبت مين وهم خسروا من مين والفرق القوية كانت مين لازم كل الحسابات دي مش معنى جنوب أفريقيا كانت تالت أن احنا نكسافها بسهولة الموضوع ده يعني بعيد قوي هتكسب هتكسب بتعب وبجهد وبإصرار وبروح إن شاء الله كمان الفرق الفريق جنوب أفريقيا زي ما قلت لحضراتكو يعني على الورق لم يظهر بالمستوى اللي كان متوقع منه خسروا قدام كود ديفوار قدام كود ديفوار أو أمام كود ديفوار 0-1 وفازوا على نبيبيا 1-0 نبيبيا فريق متواضع لكن خسروا من فريق جامد جدا وخسروا كمان من المغرب اللي صاحب الأداء القوي جدا هنتكلم عليه بالتفصيل 0-1 دي المنتخبات اللي خسر منها جنوب أفريقيا كود ديفوار والمغرب وكسب نبيبيا في امبراء ضعيفة المستوى جمع ثلاث نقاط وطلع بيهم ثلاث مجموعة ويقابل مصر إن شاء الله يوم السبت المقبل قلنا إن صدارة المجموعة كانت لأحد السوالس بدل من المركز الثاني واللي بيقودنا إلى طريق صعب جدا لكن لا يوجد فريق صعب زي ما قلنا لحضراتكو ده كلام على الورق تعالوا نشوف إذا ربنا قرمنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ويكرمنا بإذن الله هنقابل مين؟ هنقابل الفايز من الكاميرو نيجيريا مش عايز أدخلكوا في حسابات أو أنتوا طبعا حاسبين الدنيا كلها لكن خلينا نمشي واحدة واحدة نكسب الأول جنوب أفريقيا وبعد كده نشوف هنقابل مين في الأدوار اللي جاية ناس كتير جدا نتكلموا عن تزبز بالمستوى أو مش عايز أتكلم يعني ونخد في التفاصيل الفنية قوي لكن ما كناش شايفين حاجة واضحة قوي من أجري حاجات فنية هنشوف دورة 16 زي ما وعدنا كابتن هاني الرمزي هنشوف يعني خلينا دايما زي ما بقول لحضركم متفقلين ومتمسكين بالأمل حتى لو ضعيف إن شاء الله نشوف مستوى بعيد خالص عن اللي احنا شفناه يكون يعني أقوى وفيه إقناع شوية مع أنك بتكسب لكن تخاف بقى أن يا ربنا ما يكونش مساهل لك الأمور الدنيا مش ماشية صلاح مش فايق ترزيجي مش فايق لقدر الله مش هترعف تعمل حاجة تعال أقول لكم أرقام وإحصائيات بسرعة كده من الدور الأول 36 مباراة لعبت في الدور الأول انتهت ب26 فوز مقابل 10 تعادلات تم تسجيل 68 هدف في الدور الأول بمعدل واحد 18 هدف المباراة الواحدة وهو مقشر يدل على مدى الوعي وتطور التكتيكي ماشي يعني خلينا نتكلم ده كلام الورق أقوى أو أكثر الفرق كانت غزار الأهداف كانت الكونغو الدموقراطية على زينباوي أربعة صفر ومالي على مرتانية أربعة واحد وكود ديفور على ناميبيا بنفس النتيجة أربعة واحد دي كانت أكثر المباراة تهديفيا منتخبات مصر والجزائر والمغرب زي ما حضراتكم عارفين تأهلوا بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة في الأدوار الأولى منتخب التونسي تحت قيادة المدير الفني إيريك ما إحنا برضو قدمنا برضو يعني مش عايزين نتكلم يعني مش عايزين لبيته من إزازة جماعة إحنا بيقدموا يعني صورة متواضعة وإحنا قدمنا بصراحة صورة متواضعة مع أننا نحن تسعى النقاط وتونس تلت نقاط من تلت تعادلات بس سعدوا وإحنا سعدوا نشوف الأدوار التانية بقى فيها كلام تاني خالص منتخب الموريتاني ودع البطولة مرفوع الرأس بعد مشاركة المرابطون ده اسمهم يعني كان في البطولة في المنديال الأفريق ودع البطولة بنقطتين يعني كان نقطة واحدة كمان ويطلع حاجة كان هيبقى إنجاز كبير جدا لكن قدم مستوى طيب في أول ظهور له في المشاركات الأفريقية منتخب الجزائر ومالي تقاسموا قائمة أقوى المنتخبات زي ما اتكلمت مع حضراتكم الجزائر مقدمين أداء ولا أروع وإقناع ما شاء الله ومالي كمان نفس الكلام برضو في مفاجآت هتحصل مش عارفين ممكن فريق مش مؤهل وضعيف جدا يكسب فريق كبير قوي ويقدم كمان أداء كويس جدا زي ما قلت لحضراتكم أقدموا ست أهداف بمعدل هدفين في المباراة الواحدة ده المنتخب الواحد بعد كده مصر ومدغشر والسنغيل وكود ديفوار خمس أهداف غانا وغينيا والكنغو الدموريطية أربع أهداف المغرب وأواندا وكينيا تلت أهداف واكتفت منتخبات ناجيريا والكاميرون وتونس وتنزانيا وبنين بتسجيل هدفين فقط مقابل هدف واحد لكل المين زمبابوي ونميبيا وجنوب أفريقيا وأنجولا وموريتانيا اختتم منتخب بورندي مشاركته الأولى ولحق به غينيا بسواب هدف واحد فقط ناشي الصلابة الدفاعية قلنا خلاص مصر والمغرب والجزائر حفظوا على شباكهم نظيفة ما شاء الله الشناوي قدم أداء وراء أروح دايما الشناوي بيكون موجود في المناسبات الكبيرة البطولات الكبيرة شفناها في هذا العالم شفناها في أفريقيا إن شاء الله يفضل على هذا المستوى على طول مش عايزين نتكلم بقى على أو نتكلم نقود في تفاصيل التدريب هنا والتدريب هناك لا الكلام ده يا جماعة ما احترامي لكل المدربين يعني بقى فيه طبعا تفاوت لكن تفاوت قليل جدا جدا لكن هو ده الشناوي هو ده مستوى الحقيقي ما شاء الله نمسك الخشب هدف وحيد في الشباك السنغال هدفين في الشباك كل من ناجيريا ومدغشرة وقود ديفوار ومالي وتونس وأنجولا وغانا وبنين تلت أهداف في مرمى أغاندا وغينيا وأربع أهداف في مرمى ألكنغو الديمقراطية وغينيا بسا وبروندي وموريتانيا ست أهداف في شباك ناميبيا وزنبابوي وسبع أهداف في كينيا المنتخب التنزاني الأضعف دفاعيا باستقباله تمن أهداف تسع منتخبات لم تتزوق طعم الانتصارات أقول لكم التسع منتخبات يعني اللي فلت منهم فلت من الهزيمة لكن تعادلات تعادلات زي ما قلت لحضراتكم لمنتخب التونسي ودع منتخب بنين المصاب ورغم تعادلات مرات أيضا التعادل مرتين لأنجولا ومرتانيا وتعادل للزنبابوي وغينيا بسا منتخبات ناميبيا وتنزانيا وبروندي الأضعف حضورا على الإطلاق بتلقي تلات هزائم دول التسع منتخبات ستي المدير الفني لمنتخب السنغال قدم كرة هجومية زي ما حضراتكم شفته وتصدر فريق قائمة الأقصر تهديفا ما شاء الله المنافسين أو الأقصر تهديدا آسف 47 محاولة هجومية يلي مالي 40 محاولة هجومية غينيا وغانا والمغرب 38 محاولة هجومية احنا فينا جماعة أغندا 37 زي مبابوي 36 ناجيريا 35 الكنغو الدموقراطية 34 احنا مش هنا خلص لسه والكاميرون والجزائر وبروندي 33 يعني بروندي هجمي 33 مرة واحنا لسه مجاش ترتبنا كودفوار 32 ولم يتخطى حاجز التلاتين كل من مصر 29 محاولة كينيا وأنجولا 28 عشان كده بقول لكم ربنا يسر في اللي جاي تونس 25 جنوب أفريقيا 24 موريتانيا 23 مدغاشكر وتنزانيا 21 منتخبات بنين ونامبيا وغينيا بيساول أضعف برصيد 19 و17 و16 محاولة على التوالي المنتخب السنغالي تصدر الأكثر خطورة برصيد 30 محاولة على المرمى دول بقى اللي هو المواجهات المباشرة على المرمى 30 محاولة على المرمى يليه الكونغو الدموقراطية 26 تزديدة ومالي 25 تزديدة وغانا وغينيا 22 تزديدة مصر وغندا 21 تزديدة والمغرب 20 تزديدة ماشي حلو كتا يعني بدأنا ندخل في الأجواء منتخبات ناجيريا وكنيا وكودفوار 19 تزديدة على المرمى في مباريات الدور الأول ثم بروندي والجزائر 18 تزديدة وزنبابوي 17 والكاميرون 15 وأنجولا ومدغشر 14 وتونس ومرتانيا 13 وتنزانيا 12 محاولة جنوب أفريقيا وبنين 11 وغينيا بساوى 10 بينما يعد ناميبيا الأضعف على إطلاق برصيد 6 تزديدات فقط على المرمى حصائيات يعني في كل كبيرة وصغيرة حصلت فيه الدور الأول منتخب الكيني الأكثر تهورا بين منتخبات الدور الأول دول البقى اللي حصلوا على انذارات وكروت 9 لعبين من المنتخب الكيني انذارات وبطاقة حمراء يلي غانا 5 انذارات وبطاقة حمراء 9 انذارات برضو يعني في 3 نطشات حضرتكم شايفينها كتير أو قليلة مش عارفة منتخبات تونس وتنزانيا والكونغو الدموقراطية حصل للاعبهم على 7 انذارات مالي ومرتانيا وانجولا والكاميرون 6 انذارات ناميبيا ومدغشور 5 انذارات 4 انذارات لمصر وأغندا وبروندي والسنغال والجزائر والكود ديفوار وبنوب أفريقيا وبينين منتخب غانا وغينيا 3 انذارات آسف غينيا وغينيا بسوء 3 انذارات مقابل بطاقتين فقط لنيجيريا وزنبابوي ويحتفظ المنتخب المغربي بلقب اللعب النظيف بحصوله على انذار وحيد انذار وحيد وأداء مقنع وأداء كويس كمان ان شاء الله بكرة دور الستاشر هيبدأ زي ما قلت لحضراتكم مباراتين المغرب وبينين الساعة 6 على الساد السلام بإذن الله مساء وأغندا هتقابل السنغال الساعة 9 مساء على ملعب الساد القاهرة دي كانت إحصائيات بسرعة جدا عن هذه البطولة واللي حصل في المباريات اللي لعبت في الدور الأول زي ما قلت لحضراتكم منافسات تتبقى منافسات شديدة جدا ما فيش أي توقعات بالرغم كان معايا كابتن حمدى براضي يعني توقع نسبيا عن الفرق اللي ممكن تعدي دور الستاشر كمان لكن المفاجأة ورد الفرق ما بتظهرش بقوطها الحقيقة في الأدوار الأولى